الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم تسليم على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم البعث والدين حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها الحادية والثلاثين القرآن الكريم أيها الكرام هو كتاب رب العالمين وفيه رحمة للعالمين وفيه هدى إلى طريق قويم مستقيم كيف لا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اسمحوا لنا في بداية هذا المطاف المبارك أن نرحب معكم بأعضاء نجلة التحكيم معنا في هذه المسابقة الطيبة برئاسة الدكتور حاتم جميل اسحمات مساعد الأمين العام ومدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فحياكم الله وإلى جانبه أيضا فضيلة الدكتور عبد السلام بن زاية فحياكم الله يا سيدي وأيضا معنا فضيلة الشيخ عبد الرحمن أبو صلاح ونهاية بفضيلة الشيخ توفيق ضمرة فحياكم الله مشيخ الأفاضل وأثابكم الله خيرا مشاهدين الكرام نبدأ معكم بعون الله تبارك وتعالى بمتسابق الأول والذي يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا عن ظهر قلب وينافس عليه المتسابق حسان هشام عبد الفتاح حنوش نتمنى له التوفيق والسدادة السلام عليكم السلام عليكم الله يا حسان رقم السؤال 17 اقرأ من قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يكلمه الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا عبادا لي من دون الله وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَرُسُونَ حَسْمُكُ السؤال الثاني إقرى من قوله تعالى وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حسبك سؤال الثالث قل ما قوله تعالى وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِي صحيح الذي اختلفوا فيه إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةٌ نُسْطِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ السؤال الرابع اقرأ من قوله تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فقال تمتعوا فعقروها فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم حسنك سؤال الأخير اقرأ من قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون حسبوك جزاك الله خير ونبارك الله فيك بارك الله بمتسابقنا حسان هنوش والذي كان ينافس معنا على تحفظ وتلاوة القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه مشاهدين الكرام نستأذنكم بفاصل قصير ثم بعد ذلك نعود إليكم بعون الله حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المباركة من المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم قد نلت يا حامي القرآن منزلة تبقى على الدهر للأسلاف تذكارا قد خصك الله بالخيرات والمنني إذ كنت من الآي مختارة مع متسابقنا الثاني في هذه الحلقة المباركة آدم أنس علي الغرائبة والذي ينافس معنا على حفظ خمسة أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد هياك الله يا آدم شو رقم السؤال شتة ممتاز اقرأ من قولي تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم حسب سؤال الثاني يقرر من قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجرا كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حسبك سؤال الثالث والأخير اقرأ من قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأ كتابية حسبك جزاك الله خيرنا بارك الله فيك بارك الله بمتسابقنا آدم أنس علي غرايبة والذي كان ينافس معنا على حفظ خمسة أجزاء من كتاب الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يرفع قدره بالقرآن مشاهدين الكرام نستأذركم بفاصل ثم من بعد ذلك نواصل بإذن الله فابقوا معنا نسألكم الله من جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة المباركة من المسابقة الهاشمية المحلية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم جهد تنؤ به الجبال تصدعه وتفيض منه قلوبنا عرفانا من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان مع متسابقنا الشبل الصغير في ختام هذه الحلقة المباركة محمود محمد خير محمود المدني والذي ينافس على الجزء الثلاثين من كتاب رب العالمين عليها محمود شو رقم السؤال تسع رقم تسع اقرأ من قولي تعالى وإذا الجنة أزلفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سمامين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إلا إن يشاء الله رب العالمين حسن سؤال الثاني اقرأ من بداية سورة الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله ثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى نصبك سؤال الثالث اقرأ من قولي تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال درة خيرا يره ومن يعمل مثقال درة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربي لك نود وإنه على ذلك لشيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير حسبك جزاك الله خيرا ونبارك الله فيك بارك الله بمتسابقنا محمود المدني هذا الشبل الصغير الذي أبتعنا بتلاوته فنسأل الله عز وجل أن يطيب أنفاسه أكرم بقوم أكرم القرآنة وهبوا له الأرواح والأبدانة قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى مستانة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة المباركة نقدم جزيل الشكر والعرفان والامتنان إلى أعضاء اللجة التحكيم معنا في هذه المسابقة الطيبة جزاكم الله عنا خير للجزاء وأنتم مشاهدين الكرام على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة نترككم في حفظ الله ورعايته نستودعكم الله وتقبل الله صيامكم وقيامكم السلام عليكم ورحمة الله